طيب يمكن عندنا كذا موضوع على الساحة اليومين دول ولكن خلينا نبدأ بأزمة محمد عدلان اللي طبعا لاعب كرة اليد اللي كلنا شفناه هو يمكن حديث اليومين اللي فاته ما بين انه هو لأخد يعني شفنا ان نادي الاهلي اعلن عن صفقتين الموضوع يعني اختصارا النادي الاهلي اعلن عن صفقتين الصفقة الاولى هي لاعب كرة السلة والصفقة التانية هي لاعب كرة اليد محمد عدلان شفنا تصوير لاعب البسكت ولكن ما شفناش تصوير محمد عدلان طيب محمد عدلان اتفاجئنا النهاردة انه اتفاجئنا الاول مبارح بوجود عقده على السوشال ميديا انه موقع لنادي الزمالك يعني سألت وعرفت انه ماضي لنادي الزمالك يعني بقالوا اسبوع تقريبا دي المعلومة اللي عندي يعني بقالوا اسبوع تقريبا طيب جينا لا الاهلي المفروض انه في استغناء نادي الاهلي مع استغناء طيب النهاردة الصبح لقينا محمد عدلان في فيديو طالع او عالدهر كده ان محمد عدلان هو بيعلم عن رغبته لانضمامه لنادي الزمالك محمد عدلان في الزمالك محمد عدلان في الاهلي هنا معهم توقيع هنا معهم استغناء الموضوع هيكون ازاي خلال الفترة اللي جاية ده اللي هنشوفه ولكن احنا حبينا نعرض اللي حصل خلال اليومين اللي فاته بخصوص لاعب كرة اليد محمد عدلان دي كل القصة اللي هيحصل الايام اللي جاية خلينا نشوف ولكن اللي شوفناه النهاردة وهو مؤكد قدامنا بالفيديو وهو رغبة اللاعب في انضمامه لنادي الزمالك رغبة واضحة صريحة